أعود إلى سورة البقرة وإلى بداياتها إلى الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة وما بعدها وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون هؤلاء السبعون الذين اختارهم موسى من خيار قومه فانقلبوا عليه في الميقات فأماتهم الله فقال موسى لرب العالمين ماذا سأقول لبني إسرائيل سيقولون إنك قد قتلتهم فأعاد الله لهم الحياة فرجعوا إلى الحياة ورجعوا إلى بيوتهم ودورهم وعاشوا إنهم سبعون في سورة الأعراف في الآية الخامسة والخمسين بعد المئة بعد البسملة واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا هؤلاء هم الذين تتحدث عنهم آيات سورة البقرة مر علينا في سورة البقرة رجعة عزير ورجعة قتيل بني إسرائيل الذي ضرب بذيل البقرة ورجعة السبعين الذين اختارهم موسى أيضا في سورة البقرة فسورة البقرة سورة الرجعة والعنوان عنوان البقرة فيه إشارة إلى ذيلها الذي حينما ضرب قتيل بني إسرائيل رجع بسبب ضربة ذيلها أذهب إلى سورة الأعراف واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا آل محمد يحدثوننا من أن عدد الإسرائيليين كان سبعمائة ألف عددهم سبعمائة ولكن سبعمائة ألف سبعمائة ألف كان عدد بني إسرائيل اختار موسى منهم سبعة آلاف نقاهم إنها عملية فالترى لماذا يفعل هذا لأن بني إسرائيل قالوا لموسى إِنَّنَا لَا نُصَدِّقُكَ مِنْ أَنَّكَ تُكَلِّمُ اللَّهِ وَمِنْ أَنَّ اللَّهَ يُكَلِّمُكَ نريد أن نسمع كلام الله حينما قال لهم إني ذاهب إلى ميقات ربي كي أكلم الله وكي يكلمني وإنني سآتيكم بما آتيكم من ميقات ربي قالوا إننا لا نصدقك يا موسى من أن الله يكلمك ومن أنك تكلمه نريد أن نسمع كلام الله بآذاننا نحن نسمع كيف أنك تكلم الله وكيف أن الله يكلمك سبعمائة ألف فقال لهم إني أختار منكم سبعين من خياركم فقام بعملية فلترة فاختار من السبعمائة ألف سبعة آلاف واختار من السبعة آلاف سبعمائة واختار من السبعمائة سبعين خلاصة بني إسرائيل باختيار موسى النبي فليفرح مراجع النجف بعلم رجالهم نبي ورسول من أولي العزم قام بعملية فلترة دقيقة جدا وبعد ذلك انقلبوا عليه مراجع النجف الذين لم يلتقوا برواة الحديث وفيما بينهم وبين رواة الحديث قرون وقرون كيف يوثقونهم كيف يضعفونهم فليفرحوا بعلم رجالهم بعلم قنادرهم هذا هو دينكم يا أيها الشيعة دين القنادر من علم القنادر هذا الذي يخرجون لكم الدين على أساسه نبي من أولي العزم رسول من أولي العزم كليم الله يفلتر قومه يختار من سبعمائة ألف سبعة آلاف ومن سبعة آلاف يختار سبعمائة ومن السبعمائة ومن السبعمائة يختار سبعين وينقلبون عليه وقد سمعوا كلام الله سمعوا كلام الله لكنهم قالوا له نحن سمعنا كلام الله نحن لا نصدق ذلك سمعوا كلام الله الله أسمعهم قالوا نحن لا نصدق ذلك نريد أن نرى الله بأعيننا عراقيون أصليون ما هم يهود اليهود عراقيون من أين جاءوا اليهود أبوهم إبراهيم عراقي من أور وأمهم سار عراقية من أور ما سار ابنة خالته ابنة خالة إبراهيم عراقيون جنوبيون منطق حراقي هم رتب على أربعة وعشرين حبايا قالوا له من قال بأن هذا الصوت وهذا الكلام هو كلام الله نريد أن نرى الله فنزلت عليهم الصاحقة فأماتهم الله يستحقونها بأكثر من درجة مئة بالمئة نزلت عليه مصاعقة فقال موسى لربه يا رب إذا رجعت إلى بني إسرائيل ماذا أقول لهم سيقولون لي بنفس المنطق العراقي إنك أخذتهم وقتلتهم لأن الله لم يكلمك ولا أن تكلمت الله وهؤلاء لو رجعوا أحياء سيقولون من أن موسى كاذب ولذلك فإنك قد قتلتهم فأرجع الله الحياة فيهم رجعوا لكن ماذا قالوا له رجعوا إلى الحياة هل هناك من برهان أقوى من هذا البرهان قالوا له ومع ذلك نحن لا نصدقك يا موسى إذا كنا لا نستطيع أن نرى الله فإنك تستطيع أن تقول لله من أن يريك نفسه فهو يستجيب لك فأنت انظر إلى الله وخبرنا عن الله حتى نعرفه حق المعرفة بربي عراقيون أصليون ما هو هذا تأريخ العراقيين وإلى يومك هذا وحتى ظهور صاحب الأمر وسيؤذون صاحب الأمر أكثر مما آذى أهل الجاهلية رسول الله أحاديث أهل البيت هي التي أخبرتنا بذلك سيؤذون الإمام الحجة أكثر مما آذى أهل الجاهلية رسول الله ماذا تقول لمثل هؤلاء فقالوا له فاطلب من الله أن يظهر نفسه إليك وأنت خبرنا من هنا سأل موسى سأل الله سبحانه وتعالى أن يراه وكان الذي كان في مقام التجلي واندك الجبل وخر موسى صعقا خر موسى ميتا وبعد ذلك رجعت الحياة فيه فحادثة الميقات فيها رجعة خاصة لموسى ورجعة لهؤلاء السبعين والقرآن يحدثنا عنها في سورة الأعراف وفي سورة البقرة في سورة الأعراف واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة رجفة الصاعقة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قبل الميقات حتى لا يقول الإسرائيليون ما يقولون أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين الواقعة ذكرت هنا في سورة البقرة وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى حتى أنت ترى الله وبعد ذلك تخبرنا عن الله حتى نعرفه حق المعرفة هذه الحكاية وهذه الواقعة فصلها أمير المؤمنين لابن الكوى وهو عراقي كوفي لعبد الله اليشكري عبد الله ابن الكوى اليشكري عراقي كوفي فلما فصل له الحديث من أن الرجعة قد وقعت في بني إسرائيل لأنه كان معترضا على بعض أصحاب الأمير الذين تحدثوا في موضوع الرجعة فاعترض على أمير المؤمنين الأمير أجابه بإجابة طويلة لا أجد مجالا لقراءتها موجودة هنا في مختصر البصائر وفي مصادر أخرى أذهب إلى الجهة التي أريد ذكرها فذكر له الأمير ما وقع من رجعة في هؤلاء السبعين فماذا قال ابن الكوى قال فإنه أماتهم في مكانهم يعني ليس هناك من أمر مهم فقال له الأمير ويلك أما تقرأ وظللنا عليكم الغمام إنه أحياهم وعاشوا في بيوتهم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا بعد موتهم ورجعتهم إلى الحياة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كل هذه المعجزات وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ذي لتشلب أعواج شي حد شي حد ذي لتشلب أعواج شي حد نذهب إلى فاصل شكراً للمشاهدة